مين أول واحد خدك ودخلك النادي الأهلي؟ كابتن فاروق عبد الوهام كابتن فاروق عبد الوهام جات إزاي؟ هو كان معنا برضو في التربية الرضية من الناس اللي بتلعب وروحوا كويسة جداً ومتابع كل حاجة ده الدكتور فاروق عبد الوهام؟ لا لا كان هو لعيب هوكي لعيب هوكي هوكي سابقاً في النادي الأهلي بيلعبوا لي معنا وبيلعب قدم يعني منتشر ومحب للرياضة لما قال أنت كان انتمائك بالنسبة في الأول خالص هل كنت أهلاوي ولا زمالكاوي ولا كنت عاوزة لعب؟ لا لا الأهلاوي أهلاوي أو طبعا العيلة كلها أهلي طبعا كويسة والعيلة كلها كلها طيب لما جاء قالك هتروح النادي الأهلي يوميا أنت نمت إزاي وفكرت زي أنت هتروح النادي الأهلي هي نقلة بالنسبة لكبيرة جداً من تربية رضية في بلعب هاوي لأن أنا هروح بقى النادي الأهلي بمستوى الأعلى بإمكانياته بكل حاجة فطبعا كان بالنسبة لأن الكابتن فاروق هيدخل للنادي الأهلي فطبعا أنا كنت دا حلم طبعا 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 سعيد أنا بيه قوي وكان معايا أخوي إيهاب فخر الدين وبرضو طايرة طايرة أنا ما منح حد ما فيهش هو لازم يلعب طايرة قوله طايرة عشان العنف والاحتكام والولاد هيلعبه طايرة بفهاش دا بالأمر بقى اه بالأمر او اه ايه بقى دا خوف بقى على الولاد كمان لا هو يعني واحد يوم عليك عزل على الكورة قال لي قال لي هشام قال لي عزل عبا يقول له هل تلعب طايرة يا مفيش لا تلعب طايرة مفيش دا دا تشبس اه 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 لا لا حبل الطايرة اه وهو جسمه ما ينفعش كورة يعني هو طبعا كنت سيبه يجرب طبعا كاته طبو ليه نخش طبعا ناخد الطريق نأوله نأوله نخش على الطايرة وانت داخل على النادي الأهلي مين اول شخصية قابلت لك جوا في النادي الأهلي هو اول كابتن فاروق كان قابلني وخدني على طول لكابتن عبداللطيف إبراهيم الله يرحمه الله يرحمه اللي اتمرنت قدامه اللي عبت قدامه رح مسلمني لكابتن هشام بدرون دخلت من على الباب على النيل لا لا على النيل على النيل على النيل على انت دخلت منه على الاباب طبعا رزقني بقى اه فكانت البداية كويسة وموفقة وكابتن عبداللطيف مهتم انهم يتابعني كمان اه طبعا مش ودك كده لا 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 لان احنا كان من زمان حاجة لو تفتكر ملاعب الطائرة كما ملعبين وراء بعض مفتوحين قدام غرف الملابس ساعة اللعيفة اه وراء بعض فاللي بيشتغل في الملعب الرئيسي اه اللي هو جنب السور اللي على على الاغرة ملعب كيف مفتوحة اه وشايف الملعب بتاع الناشئين اه تحت يعنيه على طول قعدت كم سنة في الناشئية مفيش هي سنتين 71 و 72 73 كنت بلع متخب مصر بلع الفريق اول كان سنك كم سنة تقريبا 8-19 سنة في الرنج لان انا 71 كان 17 شعورك ايه وانت داخل النادي الاهلي والله بحس ان انا داخل بيتي يعني داخل مكان بحبه يعني مش داخل مش غريب عليك المكان انا مش موظف انا مش رايح موظف انا رايح مكان بحبه بحب عود فيه يعني تليني مسلا ما بروحش مسلا الاهلي مالية ناصر ولا اكتوبر انا هو بيتي هو مالجزيرة حتى لو نقلولك التمرين في هاي بقى زعلان خالص خلاص خدت على الملعب وخدت على حياتنا كلها ناكي حاجة تحس بدا ان انت داخل بيتك ما انتش مستهر وطبعا احترامنا لكل الفروع انما الفرع البيت الاساسي ونحط ربنا في كلنا طبعا طبعا مين كان جيلك بقى في الوقت ده كابتن محمود فرج دكتور ياسر عواد من تاني كابتن محمد او المهندس محمد عواد يعني ده اللي افتكرهم دلوقتي اظن الجيل ده هو كان بداية انطلاقة كرة تهرة في النادي الايو وبدأ الانجازات من الجيل ده كلام حقيق صح لان احنا بتدينا نكسب الزمالك ملسم 75-76 يعني بعد ادخلنا النادي الاهلي من 71-74 سنين ادنا انا كنت بالعب هاب اخويا كان بالعب معايا ابتدى دم جديد يخش وابتدى دي بداية كان الزمالك كل اللي عبتوا كبرت في السن خلاص فدي كانت البداية ثلاثة اتنين ثم احد البنات في الجزيرة اللي يمكن شغركت هنا فدي كانت البداية الانطلاقة الاولى بتاعت النادي الاهلي في نهايك سب سنين طويل الاولى بعدين نسبة دي حاجة جديدة